موسيقى مصرع العشرات من الحارس الثوري الإيراني والميليشيات الأجنبية في حلب مقتل ثمانية من عناصر الشرطة المصرية في هجوم جنوبي القاهرة المبعوث الدولي يؤكد استمرار المشاورات اليمنية في الكويت اليوم نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس للإعلام أهلا بكم أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل عشرين إيرانيا بينهم ثلاثة عشر مستشارا في الحارس الثوري وذلك في المعارك التي جرت في ريف حلب الجنوبي وأضاف المرصد أن من بين القتل ستة من عناصر حزب الله اللبناني وخمسة عشر مسلحا أفغانيا وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أكدت مقتل ثلاثة عشر من الحارس الثوري وإصابة واحد وعشرين آخرين بمعارك في منطقة خانطومان بحلب أفد بيان لوزارة الداخلية المصرية بمقتل ثمانية عناصر من قوات الشرطة جراء هجوم على سيارة أمنية في حي حلوان جنوبي القاهرة وأوضحت المصادر أن مجهولين أوقفوا السيارة وفتحوا النار عليها ما أسفر عن مقتل ضابط وسبعة من أفراد الأمن أفاد مرسلنا في الكويت أن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ قد أعلق المفاوضات خلال الجولة المسائية من المحادثات اليمنية بين وفدي الحكومة والمتمردين وذلك بعد أن انتهت من دون تحقيق أي نتائج ونقل مرسلنا عن مصدر رسمي في الأمم المتحدة أن المفاوضات ستستأنف غدا وأضاف أن وفد المتمردين يرفض التعامل مع جدوى الأعمال المباحثات واللجان الثلاث ما لم يتم تشكيل سلطة تنفيذية جديدة نشرتنا مستمرة وفيها بعد فصر قصير البرلمان الليبي يؤجل التصويت على الحكومة الجديدة بعد انسحاب وزيرين منها أهلا بكم من جديد بعد ساعات على إعلان حكومة الوفاق الوطني أعلن وزيران الانسحاب منها ما دفع بالبرلمان إلى تأجيل جلسته المقررة للتصويت على منحها ثقة وذلك بحسب ما أفاد مرسلنا وكان المجلس الرئاسي قد أعلن ليلة أمس تشكيل معدلة لحكومة مؤلفة من 13 وزيرا بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الصراع في البلاد ومحاربة الإرهاب وأحد أسباب الخلاف الذي يعيق تشكيل الحكومة يعود إلى توزيع المناصب الوزارية وخاصة حقيبة الدفع في خبرنا الأخير أضاءت سماء نويورك آلاف من طيور الحمام المزودة بمصابيح صغيرة مثبدة بأرجلها في عرض لافت جذب أنظار سكان نويورك وزوارها وسيتكرر العرض كل أسبوع من السابع من مايو أيار وحتى الثاني عشر من يونيو حزيرا في الختام تذكير بأهم العنوين مصرع العشرات من الحرس التوري الإيراني والميليشيات الأجنبية في حلب مقتل ثمانية من عناصر الشرطة المصرية في هجوم جنوب القاهرة المبعوث الدولي يؤكد استمرار المشاورات اليمنية في الكويت اليوم بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا www.focusacademy.tv شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة